متابعي قناة انفو تكفريو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يارب تكونوا بخير وبصحة وبسلامة أقدر أقول لكم إن للأسف يعني قد خاب ظني وأملي في شات جي بي تي فايف حتى الآن يعني عشان برضو أكون معاكم صريحة أنا باستخدمه استخدامات عادية جدا باستخدمه في الكتابة الإبداعية باستخدمه في الحصول على وصف لبعض الفيديوهات بشكل شيق باستخدمه استخدامات بعيدة عن الرياضيات بعيدة عن البرمجة ولكن بيهمني جدا في التحليل أيضا المنطقي في بعض الأشياء باستخدمه للحصول على تحليل عميق لبعض التوبيكس أو المواضيع اللي بتهمني وبالتالي أنا مش لقيا بيرد علي بنفس الطريقة اللي أنا متعودة بيها على شات جي بي تي فور أو بالتحديد في الرد وأعتقد أن حالي حال الكثيرين أنا بقالي يومين بتابع ردود أفعال كتيرة جدا على شات جي بي تي فايف وكمان ردود أفعال للأشخاص المستخدم العادي يعني المستخدم الغير متخصص اللي مش بيستخدمه حتى فيه شيء عملي بيفيد شغله أو مهام شغله بشكل يومي بيستخدمه فقط للاستفسار عن حاجة معينة في حياته اليومية بيسأل سؤال عادي الطريقة بتاعة الإجابة اختلفت بشكل كبير جدا الطريقة اللي بيرد بيها هتحس منها طريقة يعني غريبة شوية مش الطريقة الودودة اللي احنا تعودناها من شات جي بي تي وتحس كده أنه هو بيتحاور معاك كلنا كنا منتظرين نشوف نسخة مميزة جدا لشات جي بي تي فايف وجربناها بشكل فعلي ولكن لو انت تعمقت شوية واستخدمته بشكل يومي وركزت فيه على الحاجات البسيطة العادية أو الحوارية هنا حتكمن نقطة الضعف لدى النموذج الجديد مش بالمستوى اللي روجله سام ألتمن للأسف الشديد وبعض المستخدمين شافوا أنه هو فشل في حل المسائل الحسابية بسيطة وبعض الانتقادات وجهت له لأن شايفة أن شات جي بي تي فور أو يعني كان المفروض يبقى متاح يعني يديني فرصة أن أنا أقرر أستخدم دا ولا دا ولا دا ودي برضو نقطة مهمة جدا خصوصا في الخطة بلس والخطة المجانية أنا من حقي أستخدم النموذج اللي أنا شايفاه كويس بالنسبة لي ما تفرضش علي نموذج شات جي بي تي فايف أو شات جي بي تي فايف سينكينج فأنا شايفة أن النموذج دا قد يكون جيد جدا في حل المسائل المعقدة قد يكون جيد جدا في التعامل مع التاسكس البرمجية أيضا المعقدة ولكنه في الإبداع والحوار الطبيعي أنا شايفة أنه هو فيه نقطة ضعف وأضعف من جي بي تي فور أو شات جي بي تي فايف الأسلوب بتاعه زي ما قلت لكم رسمي شوية وجد شوية يمكن جي بي تي فور وجي بي تي فور أو بعد كده كان ودود أكتر ويتعاملوا مع الشخص فيه يعني زي ما بيقولوا كده إنسانية أكتر الميزة اللي أعتقد موجودة في جي بي تي فايف إنه هو بيحدد تلقائيا مستوى المعالجة المناسبة للسؤال وبالتالي فيه تقليل لاستهلاك الموارد يعني الموضوع دا انعكس على الشركة بس بالإيجاب يعني أنت عايز تقلل تكاليف التشغيلية على الشركة ولكن أنا كمستهلك متضرر من طريقة الإجابة والتعامل مع الأسئلة البعض بيقول إن نزول جروك فور ممكن يكون والشركات الصينية اللي بتزبق بشكل كبير جدا اللي دفع لأوبن إي إي إنها تنزل أو تستعجل في جي بي تي فايف ولكن أنا معرفش هالكلم دا صح ولا لأ ولكن قد يكون قد يكون سبب من الأسباب في إيجاب العام أي أن كانت يعني التخمينات اللي إحنا بنقولها تخمينات صحيحة أو لأ أو الكلام يعني اللي بيتقال في تحليل هذا المشهد الخاص بنزول شات جي بي تي فايف في الوقت دا بالكفاءة دي يعني أنا مش عارفة ولكن أحب إن أنا أسمع رأيكم في التعليقات هل أنتم فعلا شايفين إن شات جي بي تي فايف مش بالكفاءة اللي المفروض يكون عليها أنا تجربتي كانت بصراحة في الفترة الأخيرة زي ما قلت لكم ونصبق على إن أنا بطلب منه إنه هو يصيغ بعض النصوص بشكل معين هنا أنا طلوتي منه إنه هو يديني مواضيع هامة في التسويق بتعتمد على مصادر علمية موثوقة التسويق بالذكاء الاصطناعي أمثلة على محاور البحث أنا كنت عايزة إنه هو يديني مواضيع يعني ما يقوليش بقى أمثلة على محاور البحث وما إلى ذلك يعني أنا حسنت إن الطريقة اللي بيجاوب بيها طريقة ما تخلينيش لغبطتني في صراحة أنا كنت عايزة يديني المواضيع الأول وبعد كده يبتدي يقولي يا طرى أنت عايزة تطوري في كل موضوع عن إيه عن إيه رأيك في أمثلة على كذا وكذا وكذا يعني أنا حسن هو إيه كأنه إيه رمالي الإجابة كده وخلاص دي حاجة بسيطة يعني زي ما قلت لك أنا بركز على الجزء الإبداعي والجزء الكتابي والحواري أكتر لأنها باستخدمه بشكل يومي أو مش قادر يفهم بالضبط أنا عايزة أوصل لإيه يعني أنا رجعت ذلك إلى ممكن يكون أغير الطريقة اللي بسأل بيها لأنه أكتر زكاء ولكن أنا كنت شايفة بصراحة أني مرتاحة جدا مع فور أو لأنه كان لا غنى عن استخدامه بالنسبة لي بشكل يومي نعرفين جوجل قد إيه هو ممتاز جدا وجميناي لا بأس به طبعا 2.5 برو ولكن خلينا يعني نكون وقعيين على رغم أن إحنا شايفين جميناي 2.5 برو من أفضل نمازج شركة جوجل إلا أن إحنا أنا متأكدة أن إحنا أغلبنا منزلين الأبليكيشن بتاع شايف جي بي تي عندنا على الجهاز يمكن أكتر من جميناي طبعا نتمنى أن شايف جي بي تي فور أو يرجع ويكون كمان فيه إمكانية وده أنا شايفة أفضل أن أتحرك ما بين النمازج حتى لو ده يعني قد يكون عبء على التشغيل على الشركة ولكن إحنا كمستخدمين خلاص اتعودنا على شايف جي بي تي أجوم فيديو قادم بإذن الله تعالى على قناة إنفو تكفر يو ودمتم فرعيت الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته